موسيقى موسيقى مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الآلي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من بردامجكم الأسبوعي المجري النهاردة عندنا حلقة موازة لكن قبل مبدأ حلقتي النهاردة عاوز أبدأها بالسؤال هتقول لي السؤال آه عاوز أبدأها بالسؤال لأن إحنا كلنا مصريين وكلنا بشر لكن السؤال بتاعي إمتى نشوف كرة القدم في مصر اللي هي موجودة عندنا في مصر تبقى زي كرة اليد بمعنى إيه؟ بمعنى آخر يعني عارز أقولكم بمعنى آخر يعني إزاي نوصل بكرة القدم عالميا زي ما كرة اليد وصلت عالميا ونصبح قوة عظمى في اللعبة هتقول لي إزاي؟ هقولك إن فيه إيه دوء ده اللي بيدير الكرة اليد المصرية ده مصريين ولي بيدير كرة القدم مصريين لكن العقلية بتختلف خلاني نتكلم بصراح اللعبة زي كرة اليد اللي وصلوا لها وحققوا فيها إنجازات كبيرة قوي والمؤكد إن كرة اليد لم تصل إلى العالمية من فراغ أو مش كده مرة واحدة كده لا ده حصل تخطيط وحصل تنظيم وفيه لوائح وفيه قوانين وفيه تطبيق على الكبير قبل الصغير هتقول لي قبل الكبير الصغير يعني ما عندوش لا أهلي ولا زمالك ولا أي نادي في مصر هتقول لي طب إزاي؟ أقولك إن فيه عدل وزي ما قلت لكم اللي صنع اللوايح ده مصريين ما جبناش حد من العالم الخارجي عشان خطر يعمل لنا اللوايح بتاعتنا فيه نظام فيه نظام وفيه لوائح اللي هي بتحمي كل عناصر اللعبة محدش يقدر يكسرها والنظام ده زي ما قلت لكم اللي عمله ده شخص مصري وكلنا بنفخر بيه وهو الدكتور حسن مصطفى اللي كان أهلي في اللعبة نفسه يعني هو لعب اللعبة لعب في الدور العام المصري وفي المحلي وبعدين لعب إفريقيا لحد ما بقى دلوقتي مسؤول عن الاتحاد كرة اليد الراجل بقاله ربنا يديله العمر والصحة بقاله عشرين سنة عارفين يعني بقاله عشرين سنة؟ بقاله عشرين سنة بسم الله ما شاء الله العقلية المصرية اللي ما بتحب تشتغل اللي بتوصل بتوصل بس هيأله المناخ الكويس اللي يقدر يشتغل فيه فعشان كده كرة القدم المصرية محتاجة نظام وانا ما قلت دي لوائح وقوانين حطها ما بدأش البطولة بنظام وانهيها بنظام تاني ما جيبش حكام يبقى حكام تحتوي وحكام تانية تظلم فرق انا بكلمش على عشان ما حدش اقول لك بكلمش على النادي النادي الاهلي اتظلم انما فيها اندية اتظلمت اكتر من النادي الاهلي ليه؟ لان الحكام عندنا معلش للأسف وليجنة المسابقات والتحاد والكورة وكله كان فيه مجابلات مش هقولك مجابلات الاندية بعينها لا كل معظم الاندية اللي ليه ظهر في الاتحاد ما يطربش على بطنه زي ما بيت قال اعتقد لو عملنا نظام واضح لكل للكل في كرة القدم وعملنا لها قوانين وطبقناها على الجميع ممكن ينجح كرة القدم مصرية وزي ما بقولوكم قوانين وتطبق على كل عناصر اللعبة يبقى فيه انضباط يبقى فيه التزام يبقى فيه اخلاق في الملاعب عندنا وهي عبارة عن ايه الرياضة ادارة والنادي الاهلي بسم الله مش هلو ناجح له فيه ادارة فيه مجموعة مجلس ادارة برئيس النادي بيقضوا للقرارات الصح وبيقفوا للنادي صح باش عايزين حاجة هم عايزين مصلحة النادي عزين اتحاد الكرة انت بتحكموا كرة القدم المصرية انت رئيس الاتحاد الكرة ده منصب كبير قوي اعضاء مجلس دارة منصب كبيرة انما انتو بتفكروا ازاي انا ما عرفش بصراحة قوانين بتطبق زي بقول لكم على كل كل النظام اللعب على اللعبين على الحكام على المسؤولين بيدون استثناء واللي بيغلط باش بيتعاقب ده بيتدبح يتدبح واحنا شوفنا في الدوري الانجليزي بشوف الدوريات الاخرى امال احنا عاملين عندنا نظام تذكرتي ليه احنا عاملين عندنا شاشات وعملين كاميرات وعملين اي دي وبيكتب فيه تليفونه وبيته وعنوانه ايه الواحد يغلط يتدبح وما يخشش من اللعب تاني بشي يقول لك ما تستطيع اخد شهر لا ما يخشش من اللعب تاني عشان يبقى عبرة لكل وده للأسف ده المفروض يحصل ده ما بيحصلش ولو ده حصل ممكن تحقق شيء في كل الألعاب جماعة كرة القدم هي اللعبة الشعبية انما احنا عشان كده بنقول كرة اليد المصرية بقت في حتة تانية احنا بنلعب الفرق الكبيرة الديني ماركو بنلعب الفرق البرازيل وبتلعب بألمانيا وبتكسبهم في عقل داره احنا الواحدة وبتفرق حتى لما بنخسر بنزعل ليه بنزعل لان اللعبة عملت اللي عليها ممكن يبقى فيه ظلم شوية اه فيه انما الخبرات بتيجي وبقول لكم النهاردة في حلقة الليلة عشان كده احنا معنا واحد من نجوم ومواهب في كرة اليد المصرية وهيقول لنا ايه اللي حصل فيه كرة اليد ليه تغيرت وتطورت بقت في حتة تانية خالص هل عشان نظام الاحتراف زاد فيها ولا عشان فيه نظام وفيه لوايح بتطبق على الكبير قبل الصغير وصغير قبل الكبير هل فيه حكام عدلين في الملعب هل اللوايح والقوانين هي اللي عاملة فيه انضباط ما بيش فرق معهم ما بيش فرق اي حد يوقف نادي كبير يوقفه زي ما هو عاوز يوقفه بس مش ظلم لا بيوقفه حسب القانون واللوايح اللي هو بيعملها عشان كده النهاردة قبل هنطلع فاصل وهنتكلم على موهبة في كرة اليد المصرية ووصلت للعالمية وصل العالمية وحقق حاجات كتيرة جدا وعايزين نعرف كرة اليد ايه اللي وصلها للنجومية نجومها بقى ليهم مشوار طويل مع اللعبة وبنشوف دلوقتي مصر كلها فرحانة بيهم ومصر كلها سعيدة بيهم لان الوقتي اصبحوا زي يوم زي العيبة العالمية انا معانا شخصية النهاردة بصمتها كبيرة في كرة اليد المصرية وتعالوا بقى قبل ما ابدأ اتكلم على ضيفنا هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري ونبدأ نتكلم استقبل ضيفنا اللي هو مشرفنا النهاردة احد نجوم كرة اليد المصرية ليه كرة اليد المصرية وصلت للعالمية ده اللي هنعرف منه تعالوا نستقبله وبعد نتكلم مع ضيفنا